السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين شهوات أم العربي كيف كتشوفوا اليوم الوصفة اليوم هي بعيدة عن الطبخ وهذا تلبية لطلباتكم اللي كان اقتار باش مرة مرة نبقى ننزل وصفات طبيعية اللي كان نستعملها انا يا عادة فضاري اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفة وصفة رائعة لنعومة خصوصا للرجلين ديال القدمين بالضبط ويلا تبعتو هاد الوصفة تتمنع حتى تشقق القدمين هي وصفة سهلة وبسيطة ما فيهاش هاد جوج مكونات متوفرين في اي بيت كنظن اللي هي الفازلين والبلسم او الاداملغ ديال الشعر هاد الوصفة تعطينا خصوصا في هذا الوقت يعني في فصل الشتا والخريف يدين والرجلين ديالنا كي يقشبوا لنا ويقولوا حرشين يعني بهذا المعنى انا غادي نعطيكم اليوم هاد الوصفة اللي هتعجبكم بزاف غا تقولوا لي هناك موطته كمية من الفازلين مع كمية من ديمالغ او البلسم يعني اتينا معلقة فازلين او الوصفة او 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 الموطه او 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 الولم في هذا الوصفة هذه الوصفة انا كنديرها الترسلية ويجب مرات في الأسبوع تقدم نتيجة رائعة وما ستكتشفها من أول مرة ولكن إذا داومتوا عليها ستحسوا بالفرق أكثر خصوصا للتشقق القدمين هذه الوصول للتشقق القدمين خطيرة سأقوم بعمل بمعالقة الفازلين مع بمعالقة الدمالغ المكونات تحتاج إلى مكونات من الصورة أو البلاستيك الغذائي الطريقة نقوم بعمل بمعالقة الفازلين مع مكونات الدمالغ ونضم زلفة ونضح بهم الرجلي ممتاز سأقوم بعمله اكتبأ بالسم نضيف المعلقة الثانية اضفت المعلقة الثانية وأنا كنت أعرف اننا نشير الشامبون مع الدمالغ يتم تقعدون الدمالغ الدمالغ الجوج معلقة الصغيرة مع الجوج معلقة الفازلين نخلط كريمة منساج مولي كريمة كريمة غزالة وضع الفازلين كيف ترون ممتاز ممكن تدير الحمد ممتاز وإذا لديك الفازلين ستكون أحسن ممتاز خلط كريمة كريمة ممتاز 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 أخير ممتاز ممتاز إذا داومتوا على هذه الوصفة ستساعدكم في نقص من التشقق القدمين لا نقول أن تحيدهم بمرة إزالة التشققات وإنما مع المدومة ينقصوا هذه التشققات ويتجمع لنا الحمد للرجلين الذين يكونوا فيهم هذه التشققات سوف نقوم بعمل هذه الوصفة للرجلين ونغلفوهم بهذا البلاستيك الغذائي من بعد اللبسوا التقشرات ونحسوا بهم الغذب في الصبح تنحيدوا هذه التقشرات مع البلاستيك ونغسلوا الرجلات عاديين ونشفوهم ونتمنى تجربوها وتجربو لي نتيجة ونتمنى نكون لبيت الطلب ديالكم ومرة مرة إن شاء الله إليه عجبوكم بحل هذه الفيديوهات مرة مرة هم قا نشارككم بهذا الوصفات اللي كان دير في الدار اللي عجباتها الوصفة ديالي وما تنسوش تديروا لايك الفيديو اشتركوا بالقناة ديالي مجدائي من توصلوا بكل جديد جهيوة أم العربي بغتجوا الوصفات وكان عاود نكرر اللي عجبتها الوصفة مرحبا بها تدير جام وتخليكم متاغ واللي ما عجبتها الوصفة حتى هي مرحبا بها تدير ديزلايك وتخلي الانتقاد ديالها والتعليق ديالها أسفل هاد الفيديو بكل ساعة تصدر إلى اللقاء في وصفة قديمة بحول الله اشتركوا في القناة